السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الشباب اليوم رح نشرح كيفية معرفة سعر شرائك لأي عملة في تطبيق Binance فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شاب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تدخلوا على التطبيق رح تفتح معكم هذه الواجهة فعشان تعرفون سعر الشراء الخاص فيكم كل عليكم تسوونها تروحون على خيار المحفظة وبعدين من هذه الخيارات تروحون على خيار فوري بشكل مباشر رح يظهر هنا عندكم كل العملات اللي تملكونها فعندنا الآن هذه العملة اللي هي EDA فعندنا أول رقم اللي هو العملات اللي يملكها اللي 27 عملة وأيضا عندكم هنا اللي هي القيمة اللي تسويها حاليا اللي هي 20 دولار أما يا شاب بالنسبة لسعر الشراء الخاص فيه هذا الآن سعر الشراء اللي اشتريت فيه هذه العملة اللي هو 0.73 وهنا بيظهر عندكم اللي هو متوسط التكلفة إذا ما ظهر معكم هذا الخيار كل عليكم تسوونها تروحون على الاعدادات هذه فممكن يكون عندكم علامة صح على هذا الخيار لو كان عليه علامة صح لو تلاحظون اختفى من عندنا سعر التكلفة فعشان نظهرها نضغط على الاعدادات وبعدين نشيل علامة صح من هذه الايقونة وبشكل مباشر ظهر معنا سعر التكلفة أيضا يشاف فيه طريقة ثانية أنكم تروحون على خيار تداول من هنا وبعدين تروحون على خيار فوري فالآن يشاف هذه الواجهة ظهر معنا العملة اللي هي EDA إذا حبيوا أنكم تغيروا العملة تضغطون عليها وتكتبون هنا في البحث العملة اللي تبعونها فالآن عشان تضغنون سجل الشراء تضغطون على هذه الايقونة ومن هنا تروحون على خيار تاريخ التداول فهنا رح يضع عندكم سجل التداول لكن رح يبين عندكم أقصى شيء 6 شهور فتقدرون تضغطون على الفلتر هذا وتختارون 6 شهور تضغطون تأكيد فرح يضع عندكم جميع العمليات اللي خلال 6 شهور فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون يا شباب دعمنا باللاقي والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة